لكن تبقى دائما ضربة البداية مع مقالي ومقاله لا شكرا بين الأشقاء نهار الأسبوع ده الحقيقة كانت مأساة كرة السلة مباراة الأهلي والاتحاد السكنداري في صالة الدكتور حسن مصطفى هنا في مدينة 6 أكتوبر وزي ما تبعته حضراتكو حصل الانفجار أو السقوط الخاص بالمنصة اللي كان جالس عليها عدد كبير من مشجعي للاتحاد السكنداري دون واجه حق تنظيمي يعني ده مش مكان جلوسهم أصلا فانهارت هذه المنصة ولقي عدد من الجماهير إصابات متنوعة يمكن كلهم كان 28 حالة إصابة خرج 26 وبقي اثنان الواحد منهم إسلام خضع لجراحة ساسة في المخ نتيجة الإصابة بشرخ في قاعة الجمجمة ونزيف في المخ ربنا سبحانه وتعالى يتملوا الشفاء بعد الجراحة وضعوا ما زال يحتاج لدعوات الجميع إن شاء الله ربنا يشفيه ويعافيه من هذه الأزمة الصعبة الحادث ده أستاذ إبراهيم وأنت تتابعه أنت أمام مشهد مرعب أي لحظة سقوط المنصة وهي طبعا ونحن نتحدث عن المسئولية في هذا الحادث ده مكان للكاميران بتاع التصوير ده مش مكان في المدرجات يعني مرعب لا يمكن يعني ده ربنا الحقيقة كان لطيف بالناس هتتعاد تاني يا جماعة إنه إن الحادث ده بص الناس بص الناس بدل ما تجري وتخاف مندفعين ناحية الحادث عشان يقدموا يعني المساعدة الممكنة لكن الماضي شاد ده لو أنت شفته في حتة تقول ضحاياه ربنا لطب بينا جدا جدا إن الأمور توقفت عند هذه الإصابات وربنا يعني يشفي الحالات الحارجة لكن إيه اللي يعني مكان مش مخصص للجلوس ده منصة بتاعة الكاميرات وهنا مسئولية مشتركة مسئولية الاندفاع الجماهيري في هذا المكان جرفاتهم الحامات تشوف عدد كبير وده ده منصة متعلقة في الهوى يعني ده مش شابت على حاجة ده منصة خاصة بكاميرات التصوير التلفزيون كاميرتين واثنين مصورية مش أكتر إنما وبعدين ما فيش بوابة لها ده الناس بتعدي الصور عشان توقف عليه يعني المشهد بالمنظر ده طيب لكن الحقيقة إزاي إزاي لم يتنبه المسؤولين عن التنظيم في الصالة داخل الصالة داخل الصالة إن ده ما منوع ويطلع يقولوا ناس تفضلوا رجعوا مكانكم فين الحس بقى بتاع التوقع كأنا كمنظم أو مسئول إنه في مكان ما ياسعش ده ما ينفعش توقف هنا يا بدي ده مؤكد يعني إنت لو أي واحد فينا بس كده المكان ده حيقع طبعاً حيقع طبعاً مع الحماس والتنطيط ونتائج الإيجابية للمبرفق في جمهور الاتحاد أشعالت الحماس لكن ده مش حماس ده نوع من الاندفاع ونوع أيضاً من التقصير في مواجهة إن كل الجماهير تلتزم في مكانها آه يعني أنت دخلتيني جوه وإنت المسئول على التنظيم جوه ده إذا كنا يعني بنتكلم على المسئولية لكن تعالي نتكلم على الحادث نفسه الذي أصفر عن تكاتف وتعاون وأصفر عن يعني بعد إنساني ومسئول رائع جداً من كل الجماهير وتلاح بين الأهل والاتحاد في مواجهة هذه الكارثة الحياة نادي الاتحاد أصدر بيان حب أقول هولكو مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة الأستاذ محمد مصلحي يتوجه بخالص الشكر والتقدير لمجلس إدارة النادي الأهلي الشقيق برئاسة الكابتن محمود الخطيب وجماهير النادي الأهلي على موقفه من نبيل والمشرف عقب حادث سقوط مدرج بصالة الدكتور حسن مصطفى خلال مباراة الاتحاد السكندري والأهلي في كاس السوبر المصري لكرة السلة حيث تواجد مجلس إدارة النادي الأهلي وجماهيره بالمستشفيات مع جماهير نادي الاتحاد السكندري عقب الحادث مباشرة وحارص كل من الأستاذ العمري فاروق نايب رئيس النادي الأهلي والدكتور محمد شوي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس اللجنة الطبية بالنادي والكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالنادي على التواجد بالمستشفى بصحبة الأستاذ محمد مصلحي رئيس النادي حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي مما يعكس الروح الطيبة بين الناديين ويعكس المعنى الحقيقي والسامي للرياضة فكل الشكر والتقدير لمنظومة النادي الأهلي على هذا الموقف المشرف ده بيان أو خطاب أو برقية نادي الاتحاد السكندري لكن لا شكر بين الأشقاء وأنت بتكلمني في الجواب ده أول شيء يا تبادر إلى ذهننا لا شكرا بين الأشقاء موقف متوقع مسؤول من ناس لا تعتبر ما فيش تصنيف هنا ما فيش قالوا وانتم إحنا كلنا واللي فيه ده حاجة يعملها ولما يكون عدو مجلس الإدارة بحجم الدكتور محمد شوقي وفي جود العمري فاروق النائب رئيس مجلس دارة النادي أمر مفهوم جدا ومتوقع ومطلوب أن يكون كل الدعم الذي يمكن أن يقدم في هذه اللحظات خلي بالك الدكتور محمد شوقي وهو أيضا موجود في مستشفى له دور نافذ وصعب قرار فيها فعلى طول اتصرف لكن كان ممكن يتصرف ويتطمن ودخل الناس وبتاعه ويروح لكن أعتقد أن بقاءهم واستدعاء أبهم طبية كبيرة كتف بكتف لحد ما مع سيد محمد مصالح وعدام مجلس دارة ده بيقول يعني لا إحنا مش حاسين ده الموضوع يخصينا جدا أي خلي بالك مع الاتحاد السكندري هناك علاقة خاصة جدا تاريخية وأنا قلت الكلام ده مئة مرة ويمكن في مالكه يكتاب عشرات المرات قلته أن المواسم هذا بيان الأهل برضو في التأكيد على العلاقات التاريخية رابع دين نكمل طبعا بيتمنوا ليهم العقابات التاريخية التي تربط النادي الأهلي وشقيقي نادي الاتحاد وجماهير الإسكندرية أكبر وأعمق من الشكر والنادي الأهلي يعتز أيضا بعلاقاته المميزة مع كل الأندية الشقيقة التي تثمن المبادئ السامية للرياضة فهو ده المعنى اللي أنا بقولك عليه مش الشكر يعني أنت مش بتعمل حاجة لكنها حاجة يعني بتعملها إضافية لا ده اندفاع تلقائي عفوي في لحظة بتعمق لا ده إحنا واحد والموضوع يخصنا بقدر ما يخص الاتحاد سكندرية طبعا ليه؟ اتحاد سكندرية تحديدا أعتقد أن ده كان يتم في الأمور البديهية والمنطقية والسوية بين كل الأطراف لكن مع الاتحاد سكندرية أنت أيضا فيه وشائج بتربطك بالاتحاد السكندرية تاريخية ما كان يبدأ موسم في كرة القدم في الخمسينات والستينات والسمعينات بدأت السمعينات إلا بمباراة تقليدية يبدأ الموسم بمباراة بمباراة وإحنا بنكلم عن الزعمة الشعبية كمان تحديدا طبعا ولذلك تجد الأهلي شايل هام الاتحاد دايما اللي بشجع الأهلي مهتم بنتاج الاتحاد وتشعر أن الأهلي موجود في سكندرية بشكل هايل جدا 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 نتمنى أن دي تبقى العلاقات السائدة بين كل الأشقاء كل الأندية من أجل هذا تمارس الرياضة وعلى فكرة الرياضة دي المشهد اللي بتتوج فيه الروح الرياضية يعني طبعا نتمنى أن ما يكونش فيه أحداث عشان نتأكد من وجود الروح الرياضية دي ويريد تبقى في الأفراح أكتر منها في الأزمات أو في الأحداث السلبية لكن كل الأمنيات الطيبة لمصابي الحادث كل الدعم من النادي الأهلي وكل الامتنان على شكر نشعر أنه هو يعني ملوش لازمة بين الأشقاء حلو أن احنا نبحثين بالامتنان مع بعض لكن ما تعملش مش منتظر الشكر لا شكر غير منتظر أيوة واخد بالك أو مش محدش يعني كان بيعمل دي عشان يتشكر يعني بداية من مسؤول الأهلي إلى حتى في المدرج حتى المدرجات الجماعية أمور الأهلي نفسه هو اللي يجري على ينقذ وبرى المستشفى والجهاز الطبي والجمهور المنتظر في الخارج والأستاذ العامري وخالد مرتاجي كله في مشهد الله هو انتصار للإنسانية أولا وأخيانا أستاذ إبراهي طبعا يعني نتمنى على تتكرر هذه الأحداث نشعر بقى بالمسؤولية كلنا ويا جماعة الحماس مش معناه أن احنا نندفع ونكبد أنفسنا مخاطر ملاش لازمة الحماس وأنا في مكان يقدر أوصل رسالتي بمطال قوة أيضا ولكن أيضا يجب على مسؤوله الأماكن الرياضية الزام الجماهير أن فيه أماكن ما يخشوهاش لأنه مش مصممة لتحمل الجماهير سوء التنظيم دايما يعني المخاطر تسكن في سوء التنظيم يعني عدم التوقع ما هو عدم التوقع ده الفرق بين التنظيم وعدم التنظيم ما هو ما يعني البطولات الكبيرة لا النظام يمشي عشان تتجنب ولذلك ده لو حد نطب المدرد كان بيتاكل على الأبر طبعا لكن عندنا بناس اللعبة تجل وتحتويه وتطبطب عليه وتاخده وكأنه عمل يعني لا مكانك مش في الملعب لأنه أنت مش عارف النطب ده نوي يعمل ايه بالزبط أنت بتحفظ النظام قوي كان لكل واحد في مكانه الدنيا تمشي نتمنى كل الخير وانت بدأت في البداية على فكرة كاس العالم والرسالة التي لم تصل إن كل حاجة تتعمل صحة قوي كل طرف عنده مسئولية يأديها على أفضل ما يكون وعلى أكمل ما يكون ساعتها مش هتحصل مثل هذه الأمور لكن فكرة إن أنا ده يتسايد من ناحية ده يتنش من ناحية وما هو فعلا الخطر بيسكن في الإهمال فيه إهمال لنقطة معينة لا توقع أن يحصل في الحكم الحكم الإيراني يا سيد إبراهيم أه أقول لك ماذا الاهتمام بيب اللي هو مصنف إنه أحسن حكام العالم أي وكان في روسيا حكم يعني مراحل مهمة أه أقول لك إنه حكم أربع مطشاط في كاس العالم ده ولكنه أخطأ في تنفيذ القانون وأحتسب ضرب الجزاء أفكرت ببرتغال أه مش مشي محد ما جابوش سيرة بقى إنه حقق أول عملنا ولا بتاع لا مش لن يشفع له تاريخه أه لأن الرسالة مش دي الأخطاء اللي إحنا نقبلها أه لكن هنا بقى أقعد أنت وجيب من وراء ومن قدام وبرر واحتواء وبرتوكول وصفارة أقدرية إنك محدش بقول عديها المرة دي وعشان خطر فلان ومعالشي وأصله ما كانش ينفع وأصله مش عارف مين خد المفتاح وراح فيه ده فلان الفلاني ده الراجل تاريخه إيوه أعزين لنجح الدنيا يبقى الثواب والعقاب وكل شيء الانضباط مطلوب فيه دي كانت واحدة من الرسائل المهمة اللي جات من كاس العالم والتي للأسف لم تصل تاعد في الطريق تاعد في الطريق برغم أقرب المسافة يعني أنا كاس العالم ما كانش في الكريم ده كان في قطر لكن للأسف واحدة من الرسائل المهمة في التنظيم ما وصلتش اشتركوا في القناة